في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ويقول عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى لا تقول أدخلني الجنة فقط لا اجعل همتك عالية فالجنة درجات علق قلبك بالدرجة العالية قال فاسألوه الفردوس الأعلى فإنها أعلى الجنة ووسط الجنة ومنها تفجر أنهار الجنة وكان صلى الله عليه وسلم يحذر من الهمة الدنيئة دنيئة سواء همها المنخفضة النازلة سواء في الصلوات فلا يخرج إلى المسجد إلا مع إقامة الصلاة لو أن همته عالية لا نفض يده من شغله مع الأذان وخرج إلى المسجد مع الأذان يحذر من أن يقصر الإنسان في عبادته كما وصف الله تعالى أصحاب الهمم الدنيئة من المنافقين قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة وقال عنهم وليذكرون الله إلا قليلا همتهم دنيئة وبالتالي يرضون بالقليل من العمل فقال عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى لتكن الهمة عالية دائما حتى في أمور الدنيا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من أن يكون أحدهم نفسه دنيئة